قناة القاهرة الإخبارية قناتنا الشقيقة الزميلة واللي بيترقصها رئيس قطاع الأخبار عندنا في الشركة زميل لأهم الزميل بصراحة هو الصديق العزيز القديم بصراحة أحمد الطقري ويمكن احنا ولاد نفس المؤسسة ألوية روزا ليوسف لكن اللي أنا هقوله ما فيهوش أي انحياز لأنه في النهاية خالص القاهرة خدت جيزة هذه الجيزة لم يقدمها يوسف هي جيزة التميز الإعلامي العربي لسنة عشرين أربعة وعشرين القاهرة خدت الجيزة اللي استلامها زميلي وصديقي العزيز جدا أحمد الطهري استلامها في البحرين لأن القاهرة قدرت إنها تثبت نفسها تثبت نفسها بقوة قدام شبكات كتير جدا إقليمية موجودة ده ما فيش فيه أي خلاف أقدم مننا كقناة القاهرة تثبت نفسها أمام شبكات دولية أقدم بكتير من شبكاتنا المصرية والعربية ده مش بس كده ده قناة القاهرة الحقيقة لما تيجي تكسب جيزة زي جيزة التميز الإعلامي بتكسبها لأنها ما طلعتش خبر واحد تشك فيه قناة القاهرة ما طلعتش خبر تراجعت عنه قناة القاهرة ما طلعتش خبر ومساحته عشان تنزل خبر تاني بداله يعني قناة القاهرة ما عملتش زي عشرات المرات اللي اتعاملت عند بي بي سي واللي عند سي أن أن واللي عند رويترز بالمناسبة واللي حتى في أسوشيت براس قناة القاهرة الحقيقة تتوخى الحيطة والحذر وأعلى معدلات الانضباط المهني لهذا السبب أنا بهمني قناة القاهرة ده بجد من قلبي ليه؟ أنا أحب أشوف قدامي قناتي الإخبارية وهي وقفة كده رفع راسها لا تشبها شائبة لا تشبها شائبة ما عنديش خبر حد يعرف شكك فيه ما عنديش خبر تراجعت عنه ما عنديش خبر طلعته ونفيته بعد 3-4 دقايق ده قناة القاهرة دي أصبحت قناة القاهرة القاطرة لإيه؟ لكل الشبكات اللي في الدنيا مش هقولك إنها بتأخذ عنها لا هو فيه شبكات كتير كبيرة خدت عن قناة القاهرة لكن قناة القاهرة دي لعب الدور مهم وأساسي ورئيسي ومحوري في تغيير وجهة نظر العالم فيما يحدث على أراضينا الفلسطين